في ناجورنو كارباخ كل الطرق تؤدي إلى أرمينيا أرمنوا الأقليم الانفصالي حملوا أبناءهم وقليلاً من متاعهم في اتجاه أراضي أرمينيا لا تهموا وسيلة النقل بقدر أهمية عبور الحدود شيباً وشباباً، رجالاً ونساءاً وأطفالاً تركوا كل شيء وراءهم الرحلة طويلة بلغت مدتها ثلاثين ساعة كما ترون، ما زلنا عالقين على الطريق وهذا النزوح لا يطاق لقد أصبح الكثير من الناس هنا لاجئين للمرة الثالثة في حياتهم لكن هذا النزوح أصبح بالفعل أمراً لا يطاق جسدياً لأننا أمضينا 16 ساعة على هذا الطريق يبدو أنه خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة لن نتمكن من الوصول إلى الحدود عركة النزوح الجماعي باتجاه أرمينيا استمرت عقب سيطرة أذربيجان على الإقليم أكثر من 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا من ناغورنو كارباخ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يؤلمني أن أغادر كارباخ أأمل في أن أتمكن من العودة أردساخ هي أحدى جنات الأرض التي لا يمكن المتجرة بها لا ينبهي للعالم أن يصدق أننا نترك أردساخ عن طيب خاطر إلى الأبد لقد قاتلنا حتى النهاية بدمائنا وأرواحنا لحماية بلدنا لا ينبغي لأحد أن يصدق أبدا أن شعب أردساخ يغادر طوعا من أجل إنقاذ الأرواح رغم تقديمها تطمينات للسكان الأرمن من عدم التعرض لهم يسود خوف وسط هؤلاء من احتمال تعرضهم بإبادة جماعية وتطهير عرقي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر